بحييكم من جديد رح نتبع صباح اليوم وفقرتنا هلأ إلها حل مع دكتور رائد محسن ورح نحكي اليوم عن مخاطر التواصل الإلكتروني على العلاقات الإنسانية صباح الخير دكتور صباح الخير لأليك ولكلا عم بشاهدونا خبرني شي يعني مخاطر التواصل الإلكتروني يعني طبعا نحن بند نقول أول شي بداية أنه ما عم نحكي عن أهمية التواصل الإلكتروني لأنه نعرف أهميته بالأبحاث بالتواصل الإنساني لكن بنفس الوقت نحن ناخد نحن المخاطر المحاذير والمخاطر اللي قد تنشأ بسبب التواصل هلأ البعض بسميه والأكترين بسموه التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا يعني السوشال ميديا التواصل الاجتماعي لكن هو أوقات قد لا يكون اجتماعيا فلذلك التواصل الإلكتروني صح كتير مهم بكل الحالات يعني نخذنا بالشق المكان العمل المهني أو بعلاقات العاطفية أو العائلية أو بين الأصدقاء وبين بعضهم يعني حتى أولادنا الصغار نجل نبههم أنه كل شيء بتكتبوه قد يصل لشخص يعني فرضا اثنين زميلين صديقين عمرهم 13 سنة 14 سنة عم بيحكم عن حدا تالت طيب ما بتعرفي عمرهم 14 سنة 13 سنة بيصير في مناكفات إن كانوا صبيان أو بنات ممكن كتير اللي أنت قلته عن صديق تالي ينبغي هذا الصديق التاني هذا التاني يرجع يوما ما يبعته بقى كل شيء تكستي نصي أو صوتي أو صوري حتى بالفيديو ما بدك أنه يوصلوا يعني كنتوا ما بهمني إذا وصلوا غال إذا بهمك إذا وصلوا مش مشكلة فإذا بدنا ننبه أولادنا هايدي ما بنتبهولها ونفس الشيء بالنسبة للكبار يعني حتى بال للكبار بيتعرضوا طبعا إذا كان حداً تنين عبيحكوا عن ما بتعرفيش كيف تصير طور علاقات وفي ناس أخلاقهم ما تسمح لهم إنه يعملوا فورورد يجعوا يبعطوا الرسالة زيتا لأحداً حكى عنهم من شهرين وفي ناس أخلاقهم تسمع لهم حتى لو صاروا على خصومي أو عداء مع مرسل الرسالة ما بيبعتوها وفي ناس بيبعتوها فإذا كمان نرجع إنه هل نحن على درايب هالموضوع هيدا إذا على درايب هالموضوع هيدا مننا مشكلة نفس الشي حتى تسجيل المخابرات التليفونية يعني نحن بوقت بس اليوم اليوم بحق أكيد ما بحق لحد يسجل للتاني بس اليوم القانون ما بيلاحق يعني كمان أنك تسجل لحدا من دون علمه بعتقد أنه هلأ ما بعرف مفروض لكن حتى في برامج تليفزيونية بيكونوا عبيحكوا مع حداً بالتليفون قبل المقابلة مثلاً وبيسمع صوته على تليفزيون ببرامج ليلية مسائية بيكونوا معارف أنه صوته عبتسجل يعني هون في أخلاق مهنية كمان عند اللي بيشتغلوا برامج تليفزيونية إذا ما قادروا يحصلوا على مقابلة لا أما وجهاً لوجه تليفزيونية ولا هاتفية بيسجلوا وبحطوا الصوت على الناس تسمع كمان بس بالعادة بتصير مع ناس بلك مرتكب جرم أو خطأ كبير أو أنه ما بجوز أنا عب بحكي أنه الآن بغض النظر عب بحكي برأيك بشي حصل بمدرسة ما وما قبليني تطلع معي أنت على تليفزيون والبرنامج بيجي أنا بتعطيني رأيك هكي بشكل عادي لأنه ما بدأت على أنه كذا كذا بروح بحطر لي كيها وعم بتصير أوكي فأذن وأخطر شي هي الصور الصور اللي رسلوها لبعضهم يعني أنا لما روح على مدرس أحكي مع الأجلي اللي عمره 14-13 سنة كثير بيقولوا من بعد ما أترك أنه يريد تسمعناه قبل أوف يعني بيكونوا متنا بنقول أكلوا الضرب شو يعني يعني بها العمر هيدة 14 سنة بحبك بحبك إلى آخره مع مع كل الناس يعني حتى بالعلاقات مثليه جنس نفس الشي حدا تحتى يبرهن حبه للآخر أو حبه له أو كبرهان ببعط له صورة شو ما كان نوع الصورة يمكن تكون صورة بلباس النوم يمكن يكون صورة نصف عارية أو عارية وهذا يطال الذكور والإناث وفي ذكور انتحروا من وراء يعني هذا يوم نحكي عن الإناث أنه نتبه صورتك والشباب نفس الشي بأوضاع حميمة أو أجنسية حميمة قدت إلى انتحار من بعد ما صديقته الأكس السابقة بعثت لمجموعة وصارت على السئل التواصل الاجتماعي وهون مسأل هلواء اجتماعيا قدت إلى انتحار لأنه كل زملائي وأصدقائه شايفوه وطلاب جامعيين عم نحكي عنهم طيب فإذن الصبايا والشباب بأي عمر الكين بدنا ننتبهوا كمان أن الصورة اللي أنا ما بدي حدا يشوفها يعني أنا لما أحكي مع هالمجموعات بالجامعة أو بالمدرسة الصورة اللي ما بدك ما بدك حدا ما بدك إينا كلنا نشوفها هون ما بتبعتها لحدا ما بتبعتها لحدا يعني الشي اللي بتخافي هذا يسبب لك خجلا بين أهلك ومتحدك ومجتمعك إذا هاي الصورة انتشرت بالنطاق العام ما بتبعت إذا الجواب نعم ما بتبعت لمن المكان لأنه هيدا الشخص اللي انت معه اللي انت معه قد يثقر فيما بعد لأنه أخلاقه تسمح له أن يثقر بهذا الشكل ومشكلة عالم إذا صار فيه نوع من البريك أب نوع من الإنسان أنا عند الإنسان إنه مين أنت لحتى تجي إنه هيك تنفصل عني بتتركني كمان بتشارك مجموعة من الصور ونفس الشي الرسائل النصية الحميمية يعني الرسالة فيه الواحد يقول لحدا اشتقتلك اشتقتلك كتير اشتقت كيف عدنا من الأسبوعين مش غلط هلأ الأكتر من هيك إباحة غلط هون بتجي حسب كل واحد قيمه إذا كان غلط إنه ببعث هالشي هيدا بس لها الشخص ولا أريد أن يعمم أنا عقول إنه يوما ما قد يعمم حتى ولو عن طريق الخطأ مضروري من ناحية ثقرية لأن يمكن تصليح الهاتف يمكن حدا من الأصدقاء والزملاء وقات بيخذوا تلفونات بعضهم الهواتف الخليوية بمعنى نص ساعة بيخفوه بالمدارس هالكتير درجة وصارت بالمدارس بهالشكل إنه رفقاته أخذوا التلفون منه طبعا نص ساعة نص ساعة فاتوا ليقوا صور حميمي لتلميذي طالبي معهم بالمدرسة أكثر بيكون في وعي وعملوا للكل بالمدرسة وصار فيه بتدخل مخفر الدرك وبيجوا إنه عمين خلاص موقعتي ما فيك ترجعي الطالة تعمل إنه دليت إنه إلغي إمحي الصور اللي عندها كيه ما صاره عند الكل بمحي اللي عندي وبعدين يحفظ يعني يحفظ من جيل إلى آخر هلأ كل شي نحن عم نسجله يحفظ من جيل إلى آخر هاي المقابلة تحفظ من جيل إلى آخر وكل شي على وسائل التواصل الإلكتروني للتاريخ حفظ من جيل إلى آخر فإذن واحده ينتبه يعني إذا أجل حالا عندي عن مكتب ما بعرف كيف أسجل اللي صوتي بيكون إن كنت أنا أساس جامعي أو إن كنت موظف ببنك أو عندي مركز إداري بمصرف أو بشركي أو شو ما كان نوع شغلي بدي أعرف إنه حتى بمكان العمل مش بس على الصعيد الحميم والعلاقات العاطفية حتى على صعيد العمل كمان صعيد العمل أخطر لما نقول نحنا بعتقد الدوز بالعمل وبيصير أكبر لأنه بيصير في غيري بيصير في ناس بتتكسر فيك يعني كمان بالعمل في ثقر يعني ما فيه off the record يعني إنه هاي دي بيني وبينك ما فيه بيني وبينك ما بنعرف شو فيه هون شو عب يسجل هون وحتى الكليفون التليفون هون وعب يسجل بس فينا هالقد ما نوسق بالناس ممكن أنت قوات تعمل هيدا الشي مع أقرب الناس لألك بس يعني بتحس مع الوقت من وراء يعني مواقع التواصل إنه واحد حتى ما لازم يوسق بأقرب المقربين بالشيء اللي بيخاف يطلع لبرا عم نحكي بهيدا الشيء ما بدنا نوصل إحنا لحالة البرانوية الليلتية خوف غير مبرر إنه دايما حالة عب يسجل لي وفي ناس كتير هايك مش لها الدرجة يعني في ثقة بالناس لكن عم نحكي حسب حساسية الموضوع الواحد بنتبه طبعا الواحد بقول إنه بغض النظر الواحد أخلاقه ما لازم تسمح له قيم ما لازم تسمح له إنه يحكي هايك أو يبعث هايك هون يقول في اختلاف بالقيم في ناس قيمة تسمح لها أن تتفوه بالكلام كذا كذا وفي ناس ما بتسمح أهم شيء الواحد يكون مرتاح مع حاله هو إنه يكون منسجم مع قيمه الإنسان يكون منسجم مع قيمه تكون منسجمي مع قيمه ساعتها إنه قيمة بتسمح لي هايك معيطة شو ما صار ما بهمني كمان مش غلط الواحد يقول يعني بيقول شيء يمكن عن حس النية أنت هلأ تعملي فورور تبعثي اللي أنا بعتلك يعني حس النية مش لتأزيني لا حضن ويصير عام هون يبقول حتى أنت عن حس النية قد يأخذ منحة سلبيا في مكان ما لأنه خرج عن السياق الحديث الذي كان يدور بينه وبينك نعم في سياق في مضمون في كونتكس خرج طلع من الكنتكس طبعه من المضمون طبعه نعم ويمكن أنت أصط فيه شيء إيجابي واللي تلقيه كمان أخذه بطريقة إيجابية لكن تداوله وبعده عن سياق الحديث بينه وبينك قد يأخذ منحة سلبيا شو الحل قدي الأهل ما بقى يعني طوعية الأهل طوعية الكبار بس قدي الأهل ممكن يضبطوا أولاد بعمر 13-14 بتحس صعب بهالعمر يعني طايرين لأولاد مشرد أنه واحد يقول يعني يحكي أنه نبهن أنه تبهي عم تحكي هيك مع صديقك فلان فلان أنت بتعرف أنه يمكن بالغلط مضروري لأنه كيف أكتعنا على حد عمر 13 سنة أنه صديق ما بيخونني ويمكن ما يخونه بس نحن عم نحكي تغسل أنت عم تحكي عنه هلا طبعا نقول أن حيث القيم واحد ما لازم يحكي عن حدا بالعاطل بس طب إذا هالعمر هيدا عم يحكوا العمر الأكبر بيحكوا بس كيف بدك تقل له بك تقل له أنه يعني أنت بتكون معلمه ما تحكي بالغلط بتفهميها ما هي ما هي أصلا ما كمان أنه كتير دقيقة تحكي مع الأولاد والأهل يكونوا بسمعوني عم بيحكي أنا مع صديق عن حدا بطريقة سلبية ومثل ما يسميها شوية عاطلة وارجع أقول له ما تحكي عن حدا بالعاطل ما هوني نقول التربية منا هي تلقين نحن المثل محاضرة أو تبشير هي أنه مثل يحتذى بسلو لذلك لما نقول تربية صعبة هذا ما تعنيه التربية الصعبة أنه هل نحن منكون المثل مثال لأولادنا لبناتنا بسلوكنا مع الآخرين الحكي بغياب الآخرين أو بيعرف ابني بتعرف بنتي أنه عب بحكي عن حدا بغيابه لكن بيعرفه تماما أنه كنت بقول له يهون بوجه ساعتها مش غلط أوكي طب دكتور ما بعرف كيف تحب نختم الموضوع للحتى الكبار أنا بحب أحكي مش بس عن الصغار يعني للكبار كمان في أخلاقية اليوم مفقودة بيظل أنه كل واحد اليوم ورا تليفونه بفكر حاله بيقدر يقول أي شيء بيقدر يعمل أي شيء لا يعني اللي بدي أختم فيه هو اللي بدأت فيه أنه أهم شيء الواحد يعرف أنه مجرد معنا أرسلت أي صورة أي خبرية أي حدث ممكن ما بعرف كيف عن غير قصد المتلقي أن تصل إلى الآخرين يعني أي شيء من خاف أنه يطلع خاصة الأشياء اللي بتشكل خجل هي العلاقات الحميمة أكتر شيء أي طبعا يلي هي اللي بتوتر لولاد أو الكبار كمان يمكن بتسبب أزمات بتسبب انفصالات بتسبب انتحار بتسبب سمعة بتسبب سمعة كل واحد ما بهمه هون واحد يكون سمعتي أنا مسؤول عنها وأنا ما هممني شو بيطلعوا في كتار على وسائل التواصل الإلكتروني اللي بيقولوا إشياء ما بتفرق معهم من كلام الإباحة للصور الإباحية قيمة وقيمة تسمح لها وتسمح له أن يقوم بذلك مش مشكلة نرجع للتربية نرجع للتربية نرجع للقيم نرجع للتربية نرجع للقيم نرجع لللي بيقول أنه بعتل له الصورة لأنه بحبه بعتل له هالفيديو لأنه بحبها عميقول أوكي خلليها تكون وجهة اللي وجه هالحالة الحب وما تكون إلا إذا ما بتفرق معك إذا وصيت الآخرين يعني خلي الواحد مثل غيري نحن مرة حكينا عن غيري وقلنا أنه قليلا من الغيري بتبرهن للآخر وأنه بحبه عميقول لا ما في غيري إيجابية كل غيري هي سلبية ويجب أن لا تكون الغيري برهان لحالة الحب بين اتنين هون نفس الشي إرسال الصورة خاصة الإباحية أو النصية لا تعني ولا تبرهن ولا تعكس حبي لها أوكي فيما بالغيري قلتلي جملة بسيكف الجملة نعم هناك وسائل أخرى كتير لحتى أعكس وفرجية أنه أنا بحبها ويجب أن لا تكون الصور الإباحية والكلم الإباحي جزء منها مش مش هون قلتلي وقتلنا عم نحكي عن الغيري أنه الغيري أزية لصحابه صحيح يعني مش بس أزية كأنه عم بيهين كرمته بنفسه يعني صحيح نحن حكينا عدداد وتقدير ومتدني بالذات وثقة متدنية بالذات وأن لم يكن ذاك فيكون ذلك شو هو ذلك الشك بالشريك أو الشريك معي أنت أنت بتشك بأخلاقها هل تريد أن تكون مع مع شاب بشك بأخلاقك 100% بالنسبة للموضوعنا يعني بدأت شكرك موضوع كتير مهم بعتقد دور الأهل هو الأكبر يعلموا الولاد يخافوا الله ما يكون عندهم هؤل التصرفات اللي ممكن يعني يعني يكون Allah بقلبهم بتصرفاتهم هايدي هي من المؤمنين حسر بالدين ما بيخوفوا وإذا خوفوا بيكونوا مابا قدرين يقنعوا الناس بفكرة الله بيقوموا بيخوفوهم فيه فهيهاني لأله نخوف أطفالنا أو الناس فيه بما معناه نتصرف بمشيئة الله فيه أو فيه لأنه فيه بيعتبروا الله آلهة أنثى بيعتبروا ذكر كمان هايدي جدال كبير جدال آخر بس أنه كل واحد حصل مفهوم شو بيعني له الله أو بتعني له الله ما لازم نخوفه منه أبدا مدد شكرك دكتور دايماً هيك فقرتك غنية بلتقي فيك أنا الأسبوع المقبل